الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيانا الصلاة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بعد فيا أيها المسلمون أعظم وصية لزوم التقوى وملازمة البر وطاعة المولى معاشر المسلمين في ظل مشاغل هذا العصر وضغوط الحياة وتجدد مطالبها يشتكي كثير من نزع البركة البركة التي هي من المطالب الضرورية في متأل حياة الدنيا لتنمو وتزداد وتظهر ثمارها الخير ولهذا فما نزعت البركة من شيء إلا فاتت ثماره اليانعة ومنافعه الطيبة بل وما نزعت البركة من أمر إلا وحل به الأمر والشفاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة أن لا تمطروا بل ليست السنة أن لا تمطروا بل تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا والسنة هي القحط والجذب والحديث رواه مسلم ولهذا فالموفق يبحث عن أسباب حلول البركة ووقوعها في حياته ويسأل تحقيقها لتنمو منافع حياته وتزداد خيراتها وتتحقق الحياة الطيبة بها فالبركة فيما أعطي الإنسان تزول بها أخطار القلاق للنفسية والمخاوف المتوقعة ممن تحصل معه طمأنينة النفس وراحتها ورغ القلوب وسعادتها ألا وإن أعظم أسباب استجلاب البركات وحصول الخيرات والمسرات الاستقامة على طاعة الله جل وعلا ونزوم شرعه والوقوف عند حدوده يقول تفارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كما إن أعظم أسباب نزع البركة فشو المحرمات والتمادي في المعاصي والسجيئات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بأطل لليعملوا لعلهم يرجعون معاشر المسلمين إن من آثار نزع البركات ما يعانيه العالم اليوم من مشاكل اقتصادية كبرى وتحديات مالية عظمى مع توفر المقدرات الهائلة والأموال الطائلة ومع هذا فيعاني الآلم من التضخمات الخطيرة والغلاء الفاحش وتراكم الديون الطائلة كل ذلك بسبب بعد كثير من الخطي اليوم عن المنهج رباني بعدهم عن المنهج رباني الذي رضيه خالقه خالقه له وجعله السبيل الأوحد لسعادتهم في معاشهم ومعادهم ومن ذلك الانحراف انتشار المعاملات الربوية التي يبنى عليها التي يبنى عليها اقتصاد العالم اليوم مما أحل بهم النكبات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية المتعددة قال الله جل وعلا لا يمحق الله الربا ويربي الصدقات مآشر المؤمنين لقد كثرة نوع في آلم اليوم الغش التجالي بصور لا نهاية لأنواعها ولا حد لأشكالها مما كان سببا في حلوب المخاطر المالية المختلفة ومما عاد ذلك على التعاملات التجارية بالكساد والخراب ونزوع البركة قال صلى الله عليه وسلم البيئان من خيار ما لم يتوقق فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مشقت بركة بيعهما رواه مسلم إخوة الإسلام من أسباب نزع البركة في الأموال انتشار الأيمان الكاذبة لترويج السنة وبعالم اليوم يلحق بذلك كل ما كان في هذا المعنى من الإعلانات التجارية التي تحمل تزوير الصفات والخداء بالناس كما هو منتشر لليوم في وسائل التواصل والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحليف منفقة للسنة منحقة للبركة متفق عليه معاشر المسلمين من أسباب نزع البركات الخاصة والعامة الخاصة بالأبراد والعامة في المجتمع التسلط على الأموال العامة بالنهب والسنب والتناعب والخيانة فآثار ذلك مدمرة على الآخذ وأهل المجتمع ككل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة شلوة فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسِهِ بُرِكَ لَوْفِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْغَافِ نَفْسِهِ لَمْ يُبَارَكْ لَوْفِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُنُ وَلَا يَشْفَأُ مُتَّفَقٌ عَلِيهِ ومع هذا إذا كان هذا الحديث في حال من يأخذ المال بلهف يأخذ المال العام بلهف وتطلع وطمع وشرح فكيف بمن يأخذه على وجه محرم وبأسباب نزع بركة يا عباد الله ووقوع الكوارد الاقتصادية في المجتمع التلاعب بأموال الخلق بأوجه بأوجه المتعدلته ومن ذلك من عدم الوفاء بثمن المبيعات أو رد القروب أو تسليم الأجرة ونحن ذلك قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد عداها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتنافها أتلبه الله رواه البخاري فاتقوا الله عباد الله التزموا بالمنهج الإلهي والهدي النبوي في جميع تعاملاتكم وشؤون حياتكم تنزل بكم البركات وتأموا الخيرات ويفتح لكم من ثمان الدنيا أليان عاتي النافعات اللهم بارك لنا فيما سمعنا وزدنا علما وهدى الحمد لله على إرسانه والشغل له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه معاشر المسلمين إن أرادت الأمة وقوع البركات المتناهيح والخيرات المتكافرة فعلينا جميعا التوبة الصادقة والأوبة الجادة وإصلاح ما فسد من حياتنا بمنهج الإسلام وأوامل القرآن وسنة سيد ولد عدنان عليه أرض الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار وينجلكم بأموال وبني ويدعلكم جنات ويدعلكم أنهار عباد الله من أسباب نزول البركات ملازمة الصلوات على النبي الكريم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارضى عن الصحابة أجمعين وعلى الآل يا حي يا قيوم اللهم وفق المسلمين لبراك وسدِّدهم لطاعتك وتقواك اللهم أنزل علينا البركات المتتابعات واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم بالك للمسلمين فيه دنياه في دينهم ودنياهم اللهم عليك بالصحائنة المعتدين اللهم أنزل نصرك وعزَّك على إخوالنا في فلسطين اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك وإنايتك واحفظ اللهم والمسلمين يا حي يا قيوم اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى اللهم وفقهما إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام وأيد به من حق يا كريم اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغيثنا غيث رحمة يا أرحم الراحمين اللهم إنك مغوف رحيم غني الحميد اللهم اغننا بفضلك اللهم اغننا بفضلك عبما سواك اللهم بارك لنا اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث ولا تتعبنا من القادتين اللهم مسنا وعرضنا وبهائمنا أبطب يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل على تميع بلاد المسلمين اللهم أنزل عليهم الغيث النافع يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد والحمد لله رب العالمين